اهلا وسهلا بكم اعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني في ساعة جديدة مخصصة للتعليم الصناعي حلقة النهاردة ان شاء الله تبقى مراجعة عامة عن مادة الخامات للصف الثالث تخصص ريكو تعليم صناعي طبعا بكرا ان شاء الله في امتحان المتخطيط وبإذن الله يكون امتحان سهل وكل يجاوب فيه اجابة جميلة ويبقى طالع مرضي عنها ان شاء الله والامتحانات كلها بإذن الله نتمنى ان هي تكون امتحانات سهلة وجميلة وتبقى سنة نجاح علينا جميعا ان شاء الله وتفقلوا خير كده وركزوا وذكروا وخلوا الفهم يسبق الحفظ عشان تقدروا معتفزين بالمعلومة كاملة ما يكونش فيه خوف ولا رعب ونتكل كده على الله ونسمى بالله ونخش الامتحان واحنا متطمنين ومرتحين نمسك ورقة الاسئلة نقراها كويس قوي قبل اي حاجة ونتأكد من كل معلوماتنا ونركز في كل سؤال ونقراها كويس قوي قبل ما نجاوب طبعا لما نجي نتكلم عن شكل الامتحان شكل الامتحان ياريتني بقى نحاول نحلي نمازج كتير تكون من السنين اللي فاتت عشان نقدر نتدرب على ازاي الامتحان بيبقى جاي ازاي الاسئلة بتبقى مكتوبة التنوع بتاع الاسئلة وده مهمة قوي ان انا ممكن يكون السؤال فيه عرف او فيه اشرح او فيه اسكر وكمان ممكن السؤال يكون اكمل او اختيار من متعدد يعني ايه اختيار من متعدد يعني يكون جايب لي مجموعة من الكلمات بين الاقواس ويقول لي اختار منها ويكون جايب للجملة نقصة كلمة او نقصة عبارة وهو يطلب مني ان انا اختار من مجموعة من الاختيارات بما يناسب هذه الجملة او انه هو يكون جايب لي اكمل من غير ما يكون جايب اي اختيارات وتقوم انت عن طريق حفزك وفهمك للمعلومات بتاعت المادة بتاعتك تروح مجاوب عليها عندي برضو اسلوب تاني من اساليب الاسئلة وهو الصح والايه الصح والغلط وناخد بالنا كويس او في الصح والخطأ لان بعض الجمل بيبقى فيها حرف بيبقى فيها كلمة بسيطة جدا تباني الجملة في الاول خالص ان هي صحيحة ولكن هو حاطت في السؤال او في الجملة جزئية بسيطة جدا والله ممكن تكون حرف تغير الجملة كلها تحولها من صح الغلط او من غلط لصح كمان وانا بقرأ السؤال بتاع صح وغلط اخد بالي كويس جدا يا سنة تلتة من ان هو ممكن يقول لي مع تصويب الخطأ والله قال لي مع تصويب الخطأ فانا بحط علامة صح وغلط واكتب الجملة لايه الجملة الصحيحة يعني الجزء اللي غلط في الجملة اروح انا اعمل ايه مصوبها او كاتب الجملة الصح لو السؤال صح خلص يبقى ما فيش اي مشكلة انما لو ما طلبش مني مع تصويب الخطأ يبقى انا في الحالة دي ما بكتبش لو الاجابة غلط ما ضيعش وقت الثانية الواحدة بتفرق معايا في التوقيت بتاع حل الامتحاد طبعا عندي برضو وصل ان انا اوصل الجملة مثلا مجموعة من الجمل داخل جدول يكون عندي فيه مجموعة الف ومجموعة به وبيقوم بوضع الجمل بجوار بعضها وانت بتقوم باختيار الجملة اللي في الف تكون مناسب لها الجملة من به اخد بالي كويس اوي كمان ان ممكن يبقى في الف خمس جمل في بيها اربعة بس هما اقولش اني ده في غلط اني ده في عبلة هو بيديك اكثر من اجابة علشان انت تقدر تختار والله الاجابة اللي موجودة ملهاش اجابة ممثلة لها النحية التانية ده مش مشكلتك قد ما انت اهم حاجة توفق بين الجمل وايه وبعضها لان ده اسلوب من اساليب الاسئلة اللي ممكن تيجي علشان اشوف الطالب المكتد يا رفح الله ولا لا عندي بعد كده طبعا ان هو يطلب مني تعريف يطلب مني ان انا اكمل جملة وهكذا ده شكل الامتحان اللي بيبقى جيني او ان يطلب مني مجموعة من المصطلحات وانا بقوم بتعرفها يعني مثلا في التخطيط يطلب مني تعريف التدريب يطلب مني مفهوم موارد البشرية وهكذا او الجودة فانا بقوم بتعرفها دي بسميها مجموعة من المصطلحات هنبدأ مع بعض المراجعة يلا نحضر كل ادواتنا نحضر الورقة بتاعتنا نحضر الالم بتاعنا نجيب كمان الكتاب ونشوف مجموعة الاسئلة اللي موجودة فيه مهمة جدا ياريت كلنا نحل التدريبات الموجودة في الكتاب المدرسي دي مهمة جدا برضو وبيبقى بعض الامتحانات جاية منها فهناخد مع بعض يلا اول سؤال عندي في مراجعة التخطيط وادارة الانتاج للصف الثالث اجب عن الاسئلة الاتية عرف مفهوم ادارة الموارد البشرية هنا طالب مني ايه طالب مني تعريف مفهوم ادارة الموارد البشرية طب تعالوا نتكلم الاول هو يعني ايه مورد بشري المورد البشري هو العامل او مش شرط يكون العامل هو الانسان اللي بيقوم بتوظيفه داخل المؤسسة الصناعية ايا كان دوره بقى طبعا احنا عارفيني ان الوظائف بيختلف انواع داخل المؤسسة الصناعية وبالتالي هو المورد البشري هو الانسان ومهم جدا استثمار هذا الانسان لان استثماره هو لا يعمل على نجاح هذا المشروع بجواره بعض بعض الاشياء التانية زي المعدات والميكانة المستخدمة والتكنولوجيا المستخدمة والادارة الموجودة وهكذا ولكن العنصر الاساسي لنا هو المورد البشري مهم او وجوده معنا داخل المؤسسة الصناعية بتاعتنا باي شكل من اشكالها فلما اجا اتكلم عن تعريف الموارد البشرية هي عملية تخطيط وتوجيه وتنظيم ومتابعة الأفراد العاملين في اي منظمة باختلاف تخصصاتها واهدافها تعالوا كده نقسمها تخطيط توجيه تنظيم متابعة بصوا كده بصوا قدي ايه اني 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 في توجيه الموارد البشرية اربع حاجات مهمين جدا ان انا اخطط ان انا اوجه ان انا انظم ان انا اتابع مش فاهم طب تعالوا كده احنا لو فهمنا هنلاقي نفسنا حفظنا اسرع لكن لو حفظنا من غير ما فهمنا ايه اللي هيحصل ايوة هننسى بسرعة ودي مشكلة بعض الطلبة يقولوا احنا بنبقى مذاكرين وحفظين بس بننسى بس اول ما هتخش الامتحان وتركز كويس قوي هتلاقي نفسك كل المعلومات بتاعتك انت ايه افتكرتها كلها وشرطة اساسي افهم وانت بتذاكر كده ومركز في كل تعريف او في كل مفهوم حاول تفهمه اشرحه لنفسك كأن المدرس اللي قاعد بساتك وفهمه كويس قوي حل عليه مجموعة من الاسئلة هتلاقي نفسك حفظته وما تنسيش ابدا فلما يجي يقول لي ان مفهوم ادارة الموارد البشرية هو ايه بقى هو قلنا تخطيط توجيه تنظيم متابعة لان انا بعمل ايه انا بخطط الاول واقول انا عايزة مجموعة من العمالة او من الموظفين داخل هذه المؤسسة الصناعية يبقى انا عملت ايه الاول خططت جيت بعد كده لما جوني العمالة دي وطبعا بيبقى اعداد كتيرة جدا انت ممكن تبقى طالب عشر موظفين ولا عشر موارد بشرية يجي لك عشرين يجي لك تلاتين واعداد طبعا بتكون اكتر من كده بنقوم احنا باستقطاب العمالة ايه المناسبة ونحطها في الاماكن المناسبة بتاعتها بص انت قلت ايه يبقى هي عملية تخطيط وتوجيه يعني انت وجهت العامل اللي انت محتاجه داخل المؤسسة الصناعية في المكان المناسب ليه وايه كمان ونظمه مش بس ان انا خططت انا عايز عدد عمالة ايه ونوعهم ايه وتخصصاتهم ايه والشهادات اللي بيحصلوا عليها لا ده انا كمان وجهتهم ودتهم في الاماكن المناسبة مش كده وبس ونظمت وجودهم داخل هذه المؤسسة بس كده انتهى مفهوم ادارة الموارد البشرية لا طبعا اني لازم يبقى فيهمه طبعا لازم اتابع هذه العمالة او الموارد البشرية دي علشان اأكد هل فعلا فيه انتاج هل هم فعلا مفهودين لهذا الانتاج طب في بعضهم محتاج تدريب طب في بعضهم بيشتغل كويس قوي وبينتج لي كويس قوي فقدر ان انا اعمله حافظ يبقى مفهوم ادارة الموارد البشرية بصوا بقى المعنى اختلف ازاي لما فهمته هو تخطيط برافو نسا معيكو هو تخطيط هو توجيه هو ايه كمان تنظيم وفي الاخر خالص هو ايه متابعة يبقى انا لما فهمت التعريف اقدر ان انا اقوله عملية تخطيط وتوجيه وتنظيم ومتابعة الافراد العاملين في اي منظمة باختلاف طبعا تخصصاتها او اهدفها ليه بقى لان المورد البشر لسه ايه لحالا هو رأس مال استثماري يجب تنميته وتطويره لنجاح العملية اللي هي بتاعت المصنع بتاعي انا دلوقتي لو عندي مؤسسة صناعية وجهستها بكل الميكو يعني لو هنتكلم عن تخصص التريكو مثلا جهسته بكل الميكانة المتطورة وجبتي فيه وعملتي هنا هيبقى الادارة هنا تبقى العمالة المهرة هنا العمالة المتوسطة هنا العمالة اللي هي بتبقى في الحراسة او خاصين بالصيانة وقسمت قسمت قسمت وبعدين ما جبتش عمالة ولا كأني عملت حاجة لان المورد البشري هو استثمار رأس مالي لازم اناميه لاني لما نميه وانا نميته ودربته وسكنته في الاماكل المناسبة ليه هستفد منه ويبقى العملية الصناعية بتاعتي ايه نجحت تمام تمام اذكر بالشرح وظيفة ادارة المورد البشرية احنا عرفنا مفهوم ادارة الموارد البشرية تعالوا بقى مع بعض ايه هي وظيفة ادارة الموارد البشرية يعني انا بعمل ادارة موارد البشرية وظيفتهم ايه قال لي عندي دورين مهمين جدا لادارة الموارد البشرية ايه هما دور استراتيجي ودور تنفيذي عايز اخد بس بالكم او خليكم تاخدوا بالكم من حاجة مهمة اول من شرط السؤال جيه فعرف يبقى يجيني في الامتحان اعرف ممكن السؤال يبقى هو عرف مثلا في نموذج من النماذج بتاعت اللي انا بحلها في امتحان تاني الا ايه اكمل في امتحان تاني الا ايه اوصل في امتحان تاني الا ايه صح ولا غلط يبقى انا مفهوم الجملة او مفهوم التعريف ابقى فهمك كويس اوي حفظك كويس اوي علشان جاني باي شكل من الاشكال اقدر ايه اقدر اجاوب يبقى دلوقتي بقول لي ما هي وظيفة ادارة الموارد البشرية هقول له دورين مهمين جدا دور استراتيجي ودور تنفيذي ايه دور الاستراتيجي هو ربط اهداف المؤسسة بالعمالة بتاعتي يعني انا دلوقتي المؤسسة دي انتاج مثلا امش تتركوه يبقى انا محتاج عمالة توم بهذا الانتاج يبقى كده هيبقى ليهم صلة بالايه بالتخصص بتاع هذا المصنع يبقى انا عملت ايه يا سنة تالتة بالروف عليكم ربطت بين اهداف هذه المؤسسة الصناعية وبين العمالة المطلوبة كده عملت هدف استراتيجي زي ما اقول مثلا انا خطط لكذا طب يبقى ايه اهدافي وانا بخطط واحد اتنين ثلاثة يبقى انا محتاج واحد اتنين ثلاثة يبقى انا كده عملت عملية ربط يبقى ده اسمه هدف يبقى ده اسمه ايه دور ايه استراتيجي ده الاساس ولزيك ده اللي بسميه تخطيط الموارد البشرية طب وملقيت دور التاني التنفيذي بقى هبتدي انفذ الاستراتيجية اللي انا وضعتها لهذا المصنع او لهذه المؤسسة الصناعية يعني ايه تنفذ يعني ابتدي ان انا مثلا لو محتاج عدد من العمالة ابتدي اعمل ايه اعلانات وانواع طبعا الان اعلانات عن العمالة كتير جدا ماشي ان انا ابتدي اعمل ايه استقطب او اختار العمالة المناسبة اللي فيها مواصفات شاغل هذه الوظيفة اللي انا عايزه في المصنع يعني الحد الادنى من المطلوب من هذا المورد البشري ماشي كده معايا تمام خلاص استقطبت واخترت اروح ابتدي اسكن انا بتكلم عن الدور الايه الدور التنفيذي ابتدي اسكن هذه العمالة اللي انا استقطبتها وحسيت ان هي يتوفر فيها ادنى الشروط تمام ابتدي اسكنها سكنتها لا استنى بقى مش انت اسكنتها حدد لها اجر مش كده وبس تابعها بصوا بصوا انتوا كأنكم بتقولوا تعريف اه برافا عليكم كأني بقول تعريف ادارة المورد البشرية خلاص حددت لها اجر وهناخده دلوقتي انواع الاجر يلا تفضل بقى شوف العامل اللي هو يستال ان ياخد حافظ ليه لما هديله حافظ هيديني شغلة اكتر هيبقى حابب العمل بدل بعد معمل كل ده ودربه واصرف على تدريبه في بعض العمالة من سوق معاملة هذا الموظف او هذا المورد البشري يسيب المكان ويمشي لا انا احببه في المكان باني لما لقيه هو بيجتهد ادي له ايه حافظ يبقى ما هو دور ادارة الموارد البشرية او ما هي وظيفتها الدور الاستراتيجي يلا نشوف كلامنا كده بعد الشرح هنقدر نحفظه لا لا هو السعي لربط ادارة الموارد البشرية بالاهداف الاستراتيجية لمنظمة الاعمال بهدف تحسين مستويات الاداء طبعا انا لما حط العامل المناسب في مكانه المناسب انا هحس المستوي الاداء عندي وبالتالي المنتج بتاعه يكون درجة جودته ايه عالية طب ايه الدور التنفيذي يطلق عليه الدور التقليدي انا كل دوري هنا ان انا بنفذ اللي وضعته الخطة بتاعت الاستراتيجية بتاعته ويشمل اول حاجة التخطيط احنا لما قلنا عرف مفهوم ادارة الموارد البشرية قلنا ايه اول حاجة كانت التخطيط مش ده حصل اول حاجة في تعريف مفهوم ادارة الموارد البشرية كان ايه برافو كان التخطيط هو يعني ايه التخطيط يعني استخطيط وسكن يعني ايه استخطيط ايه كلمة دي لا كلمة استخطيط يعني اخطار العامل اللي انا عايز فيه الشروط اللي نزلت عليها اعلان العمل بتاعي ما احنا لسا قايلين انا بربط بين ايه بقى اهداف المؤسسة وما بين العامل اللي انا عايزاه يعني أنا مثلا أنا عايز عمال يقف على مكان التريقه مثلا أو على مكان ملابس الجهزة لا ده أنا هقول مواصفات لشغل هذه الوظيفة علشان لما يجي يجيني مثلا الحد الأدنى لهذه المواصفات وأنا بعد كده لما سكنه أبقى نمي هذه المواصفات وأعمله تدريب عشان يبقى أنا كده استفدت من هذه الشروط والمواصفات الموجودة وكمان نمتها يبقى أول حاجة في الدور التنفيذي أن أنا أخطط لما خطط يشمل إيه يشمل الاستقطاب والتسكين اخترت العمال أو اخترت الموظفين أو اخترت المورد البشري وكمان أسكنه النوع الثاني التدريب والتنمية دول مهمين جدا ولسه أيلين عنهم أن أنا أدربه ونمي المهارات الموجودة عنده كلنا عارفين أن أنا لما باخد أي مادة داخل الدراسة بتاعتي أثناء العام الدراسي بتاعي أنا بهيأ نفسي أو بيتم تهيئة هذا الطالب إلى سوق العمل يبقى أنا دلوقتي من مفهوم أو من الدور التنفيذي لإدارة المورد البشرية هو التدريب والتنمية أنا من هذا المورد البشري ولو حسيت أنه محتاج تدريب عملي على الجزئية النظري الموجودة عنده أدربه عندي بقى كمان هي الحتة اللي لسه كنا بنقول عليها التعوضات اللي هي الرواتب والمزايا تمام يبقى أنا دلوقتي عملت إيه قلت إن أنا دور الإدارة المورد البشرية دور استراتيجي دور تنفيذي وأعرفنا إيه هو الدور الاستراتيجي الدور التنفيذي إن أنا أبتدي بقى أول حاجة خطط أسكن وإيه كمان بعد ما أسكنه كمان أشوف بقى أنامي أدربه مش كده وبس أدي له رواتب مش كده وبس كمان أعمله مزايا وعمله حوافز ليه أصلنا يعني ده هيفدني كمان كصاحب عمل إن أنا أحبب هذا المورد البشري في المكان اللي موجود فيه أما ابتدي أفهم الكلام هتلاقي نفسك كنت بتذاكر حفظته وبالتالي سبت في دماغي وأقدر إن أنا إن شاء الله في الامتحان أطلع الإجابة بتاعتي وأنا مستريع لإني أنا فهمت معنى كل تعريف أو معنى كل كلمة أنا قرتها طب ما هي أهداف تخطيط الموارد البشرية أنا بخطط الموارد البشرية ليه أنا ليه بخطط العمالة الموجودين عندي أيا كانت تخصصاتهم وأيا كانت أعمالهم أول حاجة عشان أحدد أهداف المؤسسة ده اسمه إيه ده؟ برافو عليكم أيوة كده نسحة كده شوية ونفوق وناخد برنا أنا كده بعمل إيه؟ أهداف مؤسسة يعني ده دور إيه؟ برافو دور استراتيجي هو ده؟ برافو عليكم سنة ثالثة أنت كده صحيين معايا يبقى أنا لما أقول إيه هي أهداف إدارة الموارد البشرية أول حاجة تيجي على دماغك بعد الفهم أن أنا حقق أهداف المؤسسة برافو عليكم طب حققت أهداف المؤسسة أعمل إيه كمان؟ أول حاجة أحفز العاملين على التقدم المستمر ما هو ده من هدف إدارة الموارد البشرية اللي لسه أيلينه؟ كمان توفير مناخ يساعد على الإبتقار أن أنا أعمل إيه؟ إحنا لسه أيلين من الدور التنفيذي أن أنا أعمل إيه؟ أدرب ونمي يعني إيه تنمي؟ يعني لو فيه عام موظف من أو معامل أو أي إن كان المورد البشرية عنده روح الإبتقار هيدف لي حاجة جديدة طب ما أنا أساعده في كده؟ ووفره المناخ اللي يساعد على هذا الإبتقار إيه كمان؟ تطوير المهارات الفنية للعاملين داخل المؤسسة تشجيع النظرة المستقبلية والتنبؤ التنصيق بالنشاطات الأفراد وبعضها مهم جدا من أهداف إدارة الموارد البشرية إن أنا أعمل إيه؟ أطورت مهارات الفنية عند العمال عندي يعني لقيت عمال أو عندي موظفين أو عامل عنده فكر قادر إن هو يعمل حاجة عنده مهارة فنية مش موجودة عند عامل تاني أعمل فيه إيه؟ أطوره طب أشجع النظرة المستقبلية والتنبؤ والله عامل قال أنا لو ضفت كذا للمكناة دي أنا ممكن أعمل كذا ما استهترش بالفكرة لا أنا أشجعه لعله وعاس هذه الفكرة فعلا تجدد لي أو تطور لي حاجة في المكناة أنصق بين نشاطات الأفراد وبعضها التعاون بين أفراد العمل وبعضه هيولد نتيجة ممتازة جدا داخل المصنع وبالتالي هيكون الروح الموجودة روح يا صد التعاون وبالتالي الإنجاز بتاع العمل هيتم بأسرع وقت يبقى مهم جدا أن أنا أشرك أو أعمل على أن النشاطات بتاعة العمالة بتاعتي كلها تكون متربطة مع بعض خاصة لو في بعض المصانع بيبقى فيه ترابط بين المراحل بتاعة المصنع مرحلة مثلا عمل البطرون مرحلة عمل التفصيل مرحلة الكي مرحلة التغليف وهكذا يبقى كمان بين الأفراد لازم أخذ بالي من هذا الترابط أن أنا أعمل إيه أنصق بين نشاطات الأفراد وبعضها أحقق القدرة على التجديد يعني كل ملائي عامل عنده قدرة أنه يجدد شيء أساعده وأشوف هل هو مفيد ولا لا والله لو مفيد يبقى أنا أحقق له هذه القدرة على التجديد أطور السلوكيات ده أهداف إدارة الموارد البشرية تطوير السلوكيات والعلاقات والمهارات القيادية السلوكيات دي مهمة جدا وعلاقة العامل باللي حواليه مهمة قوي لأن خاصة أن العمالة اللي بتبقى جاية جديدة العمال يعني أي موظف أو أي عامل بيبقى جاية جديدة داخل العمل باللاحظ أنه شوية عنده رهبة من العمل الموجود حواليه عنده رهبة من معاملة الزملاء اللي موجودين معي لا أنا أنمي هذه العلاقات ببعضها أن أنا أحاول أن أنا أطور السلوكيات يعني لو العامل ده مثلا أو الموظف ده سلوكيات عدوانية شوية أو هو حابب يبقى لوحده لا أطور هذه السلوكيات بحيث يبقى أحسن أو أغيرها أغيرها من هو يكون لوحده لا بلسه إيلام شوية من أهداف إدارة المهارد البشرية أن يبقى فيه تعاون بين الأفراد وبعضها ولذلك لما نجي نتكلم عن التدريب لو جاني سؤال عن التدريب تعالوا نراجعوا كده مع بعض التدريب مهم جدا ليه لأنه مش نوع تدريب يعني أتضرب على المكان والمعدات بس أو أتضرب على الحاجات اللي أنا بشتغلها داخل هذه المؤسسة لا فيه بعض التدريبات باسمها تدريبات سلوكية يعني إيه تدريبات سلوكية يعني أن أنا بحاول أغير من سلوك الموظفين أو العمالة الموجودة عندي وابتدي أن أنا أخليه شخص متعاون وبش كده وبس أعرفه كمان عن زملاء والجداد في العمل أعرفه عن المهنة اللي هو شغال فيها فده يعمل روح من الألفة داخل العمل يبقى تطوير السلوكيات والعلاقات والمهارات القيادية الترقية والتقدم في المصاري المهني السليم مهم جدا قوي عندي أن أنا يكون فيه ترقية عشان يبقى أحسس الموظف أو المورد البشري أو العامل أنه كل ما بيجتهد وكل ما بيعمل حاجة كويسة بياخد عليها الجزاء بتاعها سيانة المورد البشرية أنا هنا باستغرب إيه ده؟ يعني إيه سيانة المورد البشرية؟ زي ما فيه سيانة للألات والمعدات فيه عندي كمان سيانة للأفراد إزاي؟ إن أنا بيكون عندي حاجة اسمها كشف طبي إن أنا كل فترة وبيبقى منه أنواع طبعا كل فترة بعمل كشف على هذه العمالة أو هذا المورد البشري عندي علشان إيه؟ علشان أول بأول أكتشف المرض في بدايته لأن فيه بعض الأمراض بسميها عندي أمراض مهنية يعني نتيجة المهنة اللي بيمتهنها هذا الفرد هو أصيب بإيه؟ بمرض معين فأنا لما أكون عامله سيانة أول بأول وهي تشمل الكشف الطبي الدوري أو الفترة يعني لكل فترة أو لكل يعني جزئية كبيرة ممكن فترة أسبوع شهر شهرين وممكن كل سنة ده بيخليني أكتشف أي مرض أو أكتشف أي إصابة في هذا العامل في أول الإصابة طبعا في بعض العمالة ما بيبنش عليها الإصابات إلا بعد فترة كبيرة يبقى برضو في عندي كشف دوري بإن أنا أحاول أعالج هذا الإيه؟ خاصة لو العامل ده مكتيد وبيقوم بعمله على أكمل وجه يبقى عندي كمان من أهداف إدارة المورد البشرية سيانة العنصر البشري أو المورد البشري كل ده لو فكرنا فيه كل الأهداف اللي قلناها من شوية في الآخر هتطلع لي زيادة إيه؟ زيادة إنتاج يعني أنت بتصرف على الحاجات دي كلها عشان في الآخر الإنتاج بتاعك يزيد وبالتالي كل المصاريف اللي الصرف دي هترجع تاني لصاحب العمل يبقى طبعا من أهداف إدارة المورد البشرية هي زيادة الإنتاج سؤال تاني أذكر عناصر نجاح تخطيط المورد البشرية إيه هي عشان أقول إن تخطيط المورد البشرية نجح إيه عناصر نجاح التخطيط ده؟ أول حاجة عندي دقة الأهداف دي مهمة جدا مهمة قوي وتعالوا نفهمها عشان نقدر نحفظها لما أقول دقة الأهداف ما ينفعش إن أنا لما أجي أخطط أنا عندي هنا المسؤولين عن تخطيط المورد البشرية أول حاجة بيحددوها هو الهدف وعندي شروط مهمة جدا لتحقيق الهدف أو بمعنى صح لوضع الهدف لازم الهدف ده يكون واقعي يعني إن يقدر هذه المؤسسة الصناعية إنجازه ما يكونش هدف بعيد المنال يعني تاني حاجة الهدف ده يكون متماشي مع المكان اللي هيتم الإنتاج فيه يبقى هدف واقعي هدف يمكن تحقيقه أحدد ليه وقت مهم جدا إن الهدف ده يكون متحدد له وقت علشان أو زمن علشان يتم تحقيقه سهل إن أنا إيسه يعني سهل جدا إن أنا أقول إن الهدف ده مثلا بعد سنة كده أنا حددت الزمن هيتم الإنتاج على كذا وكذا أو بعد شهر بعد شهرين يبقى أنا حددت معاد للهدف أقدر أئيسه كمان وفيه أدوات للقياس طبعا أنا مش هدخلك فيها ولكن أقدر أئيسه الهدف وتم تحقيقه ولا لا يبقى دقة الأهداف دي مهمة جدا لازم أبقى عندي دقة في الأهداف اللي بتحددها المنظمة إيه كمان من عناصر نجاح التخطيط توفر البيانات والمعلومات الدقيقة ما حددتش الهدف بتاعي أو المشروع بتاعي من غير ما يكون عندي بيانات ومعلومات دعم الإدارة العليا للتخطيط يكون فيه دعم للإدارة اللي بتقوم بالإيه بالتخطيط أربط بين تخطيط الموارد البشرية بوظائف إدارة الموارد البشرية الأخرى وأنا بخطج كده وبقول أنا محتاج عمالة قد إيه أخد بالي العمالة دي هي هتحقون موجودة في وظائف إيه سؤال بعد كده ما هي مبادئ الموارد البشرية أول حاجة عندي الإنسان الأفراد إحنا هو موارد بشرية يعني أفراد يبقى الأفراد هم استثمار إذا أحسن إدارته وتنميته هيقدر أنه هو يحقق مكاسب جميلة جدا وكثيرة جدا لأن أنا نميته ودربته يبقى أول حاجة عندي في الموارد البشرية هم من الأفراد والمكاسب اللي بيحققها الأفراد لما هتم بتدرمهم وهتم بتنميتهم هي مكاسب طويلة الأجل لمين للمنظمة في شكل زيادة للإنتاج إيه كمان السياسات والبرامج المتابعة داخل هذه المؤسسة لابد أن تخلق لإجباع الحاجات النفسية والعطفية والاقتصادية للفرد يعني أنا لو هتبع سياسة معينة داخل هذه المنظمة أو داخل هذه المؤسسة لازم السياسات المتابعة فيها والبرامج تكون منسبة لهذا العامل بحيث أنه يستفد منها ما حطش قوانين داخل العمل تعمل إيه في العامل تدايقه تخنقه تخليه مش قادر ينتج تخليه مش حابب يروح هذا العمل لا السياسات والبرامج والممارسات الموجودة داخل هذه المؤسسة تكون إجباع لحاجات العامل شاملة كل حاجة نفسية اقتصادية كل حاجة خاصة بالإيه بالعامل أو بالموارد البشرية بيئة العمل لابد أن تخلق بحيث تشجع الأفراد البيئة الموجودة داخل العمل لازم يكون فيها روح منفسة يكون فيها حوافز فبالشكل ده أنا بعمل إيه بشجع الأفراد على تنمية واستغلال مهاراتهم لأقصى حد إيه كمان برامج وممارسات الموارد البشرية لابد أن تنفذ وتحقق بطريقة تراعة التوازن بين حاجات الفرد وأهداف المؤسسة أنا دلوقتي لما بعمل برامج أو بعمل سياسات أخد بالي كويس قوي إن أنا أعمل توازن بين حاجة الأفراد وأهداف المؤسسة ما يبقاش كل تركيزي على إن حقق أهداف المؤسسة بس لا وأخد بالي كمان من احتياجات من احتياجات الأفراد ده مهم جدا أنا عايز أحقق المطلوب من هذه المؤسسة الصناعية خلاص يبقى أخد بالي بإن البرامج والسياسات المتبعة في هذه المؤسسة إنها تعمل معادلة وتوازن بين احتياجات الفرد وبين إيه كمان وبين أهداف هذه المؤسسة سؤال ما هي أهمية إدارة الموارد البشرية إلكترونيا وأهم مميزاتها لو أنا هستخدم الإلكترونية داخل هذه المؤسسة ليه؟ عشان إيه؟ إيه أهدافها وإيه مميزاتها؟ أول حاجة إن أنا لما هستخدم المعلومات والاتصالات اللي هي بسويها صورة الإنترنت سميها كده لما هستخدم الإنترنت والتطور الفكري الإداري لما يستخدم الإنترنت داخل العمل هنا هيحصل إيه؟ أو الإلكترونية داخل العمل هيخليني على تواصل دائم بكل جديد داخل الصناعة كمان الموارد البشرية طبعا إحنا كلنا عارفين إن فيه تغيير مستمر للمفاهيم والممارسات اللي عند الموارد البشري عشان كده لازم أستخدم الإلكترونية عشان أواكب التطور التكنولوجي اللي بيحصل ده كل شوية حاجة دي ده بتطلع تطور التكنولوجي بيختلف نوع أجهزة بتختلف وبتتجدد يبقى أنا لما أستخدم الإلكترونية داخل المصانع أو داخل المؤسسات الصناعية ده يخليني أواكب التطور التكنولوجي طب إيه ما زي تطبيق بقى الإلكترونية؟ هتفيدني في إيه؟ لما أعمل إدارة موارد البشرية أستخدم فيها الكمبيوتر أو المعلومات أو البيانات الإلكترونية أول حاجة هرفع عبء المعاملات الروتونية عن كاهل وظيفة إدارة الموارد البشرية أنا عندي مثلا عايزة أطلع ورقة مثلا ولا فيه معلومات عندي تغيرت بروح جاري فين بتاع شؤوني العاملين ويبقى عليه عبء جامد لأن أنا مش عندي موظف واحد بس لشغال أنا عندي مجموعة من الموظفين عدد كبير جدا داخل المؤسسة الصناعية يبقى أنا لما أستخدم الكمبيوتر أو أستخدم المعلومات بتاعي الإلكترونية هقدر أرفع العبء عن المعاملات الروتونية اللي موجودة داخل المؤسسات بتاعتي إيه كمان؟ أمكن العامل من تعديل بياناته مباشرة كلنا عارفين أن كل حتى الطلبة كل واحد فينا ليه كود الكود ده لو دخلت عن طريقه أقدر أغير معلومات جديدة تكون نزلت مثلا خدت هذا العامل مثلا خدتر إيه فبيغير معلوماته غير سكنه غير بتاقته غير الحالة الاجتماعية له وهكذا يبقى استخدام الإلكترونية داخل المؤسسة الصناعية ده هيخلي العامل بسهولة جدا يقدر يغير المعلومات بتاعته ويقدر يجدد المعلومات اللي اتجددت خلال مراحل توظيفه داخل هذه المؤسسة تسريع المعاملات بتاعت العاملين لأنه لو حابب يغير حاجة مش هياخد وقت بسهولة جدا أنا هيقدر يفتح القود الخاص به ويقدر أنه يغير المعلومات اللي اتجددت عنده أو اتغيرت لأنه في بعض الأحيان بتتغير أن أنا مثلا أقدر هذا العامل أو هذا المورد البشري يكون خد درجة مختلفة زاد اترقى حالته الاجتماعية اتغيرت حالته الاجتماعية كان كذا فبقى كذا فالحاجات دي بتسهل أن أنا أقدر من تلقاء نفسي أجدد هذه المعلومات عن طريق استخدام الكمبيوتر خفض حجم العاملين بوظيفة إدارة المورد البشرية الكمبيوتر لما بيتم استخدامه أو المعلومات والبيانات إيه اللي بيحصل بدأ ما يبقى فيه عدد كبير من العاملين في إدارة المورد البشرية لا أنا هخفض حجم هذه العمالة هوفر استخدام الورق طبعا استخدام كله هيبقى أو غلبيته على الكمبيوتر وبالتالي أنا كده كمان وفرت في استخدام الورق ما هي الغاية من تخطيط المورد البشرية أنا هستفد إيه من تخطيط المورد البشرية هنبصي كده مع بعض على هذا الفيديو كده ونشوف أنا دلوقتي التخطيط ده عبارة عن إيه فكرة بتجيني أبتدي أفكر فيها أنا عايز دلوقتي أخطط لمشروع عندي بيجيني أكثر من فكرة أعود أقول طب هقول أنا ماذا ولماذا وكيفا وأين ومتى يعني أنا دلوقتي لو أنا هخطط لمشروع صناعي إزاي هعمل إيه الفكرة الممكن تجيني فهوفق ما بين شغفي إن أنا أعمل مشروع وبين الوجبات المفروضة تكون مفروضة علي هحب اللي أنا هشتغله ده ولا أنا هفعل ما أحب يعني هشوف المشروع بتاعي تجارة صناعة طيب هو أنا المشروع ده هعمله ليه يعني الحاجات اللي أنا أسمتها دي ليه لماذا أخطط وابتدي أعمل أشوف معلوماتي واشوف الحاجات اللي أنا محتاجها من تحليل أو دراسة جدوى دي الحاجات اللي بستعين بها عشان أخطط طب هقوم بدا فين مفهوم إن أنا أعمل خطة ده لازم يكون متوفر للمكان اللي لا يكون سامح لي بجو أقدر أخطط فيه تخطيط يكون جيد كمان إمتى هخطط أنا هخطط لما أحس إن الفكرة بتاعت هذا المشروع ابتدت تتوفر عندي هبتدي أحد دلوقت اللي أنا هنفذ فيه هذه الخطة وابتدي أستعين بالأشخاص اللي قدروا يفيدوني يعني ما ينفعش أخطط يبقى فرد واحد بس هو اللي بيخطط لأ إن هبص أولا أحددت المجال الهدف أو الشباب المستهدفين اللي هيتم توظفهم أو العمال اللي هيتم توظفها هبتدي لو أنا هقول مثلا رياضيا أو صناعيا أو تجاريا أنا بحدد هستعين بمجموعة من الأفراد لأن التخطيط لإدارة الموارد البشرية هو تخطيط مشاراقة عدد من الأفراد ما هيش تخطيط فردي عشان ده يديني نتيجة جيدة لأن أنا بتناقل المعلومات وبتعاون في نشر المعلومات بيني وبين الآخرين وإيه الماديات اللي أنا محتاجها هو هستخدم ماديات قد إيه زي كده ما بقول دراسة الجدوى أنا بحسب اللي استهلكه من ماديات ومن خيوط لو أنا في مصنع تريكو أو مصنع ملابس ومشى والعائد المادي بتاعي هيبقى اللي راجع عليها زي ما بناخد كده في المؤيسات نقول الربحية يعني بعد ما بشوف المستهلك أو اللي هصرفه أو المنتجات اللي أنا الخامات الأساسية اللي هشتريها أبتدي أنا خطط يبقى أنا فست وعدلت يعني إيه عملت كمان حاجة اسمها خطط بديلة عشان لو الخطة الأساسية حصل فيها أي عط أقدر على طول أطلع الخطة الإيه الخطة البديلة كده أبقى مشيت في كل مراحل التخطيط بتاعتي وبالتالي هبص ألاقي في الآخر عندي مرونة في العمل زيادة في الإنتاج الزيادة في إنتاج دي أدت إلى زيادة الربحية بتاعتي لأن أنا اخترت إيه إزاي أخطت صح يبقى الغاية من تخطيط الموارد البشرية التأكد من تخطيط احتياجات المنظمة من الموظفين تمام؟ وتتم في سلسة عناصر أول حاجة التنبؤ باحتياجات المنظمة من الموظفين مقارنة احتياجات المنظمة بموظف المنظمة المرشعين بسد هذه الاحتياجات يبقى أنا لما بخطط للموارد البشرية أخد بالي من حاجة مهمة جدا أنا عايز عدد قد إيه من هذه الموارد البشرية وإيه تخصصات المطلوبة وإيه كمان الشهادات اللي يكونوا حصلين عليها وهل أنا خلي بالكو أن العمالة أو الموارد البشرية ممكن يكون في منهم المهرة ممكن يكونوا فيهم العمالة العادية المتوسطة ممكن يكونوا اللي هما يشتغلوا في إدارة الموارد البشرية نفسها لأنه عندي جزء إداري كمان في هذا المصنع أو هذه المؤسسة فلازم أتنبأ باحتياجات المنظمة من الموظفين أقول مثلا أنا بعمل دراسة الجدوى أنا محتاج عمالة قد إيه ونوعهم إيه كمان إيه كمان أقارن بين احتياجات المنظمة بالموظفين الموظفين اللي أنا محتاجهم والمرشحين لسد هذه الاحتياجات أنا لما نزلت إعلانات أن أنا محتاج عدد من الموظفين جالي عدد منهم يبقى أنا لازم أقارن بين العدد اللي جاني عشان يشغل هذه الوظيفة وبين احتياجات المنظمة والربط ده هيخليني ما استهلكش وقت وكمان الانتاج بتاعي يمشي بطريقة جيدة اقارن بين احتياجات المنظمة بايه كمان بيسد احتياجات هذه المنظمة زي ما قلنا اطور خطة واضحة بين عدد الاشخاص اللي هيتم تعينه مخل بالكم انا ممكن اعين من خارج المنظمة وممكن كمان اعين من داخل المنظمة يعني ممكن ان انا يكون عندي ناس جايين لي من برا لوظائف معينة داخل هذه المنظمة ومن داخل المنظمة ناس مفروض يترقوا عشان يخشوا داخل هذه الوظيفة يبقى انا اطور خطة واضحة اكون حتى خطة واضحة تبين عدد الاشخاص اللي هيتم تعينهم من خارج المنظمة ومن اهم الاشخاص دول اللي هيتم تدريبهم من داخل المنظمة لسد احتياجات انا مش فاهم الحتة دي انا دلوقتي محتاج عدد من الوظائف داخل هذه المنظمة تمام اللي هي المكان اللي هيشتغل فيه فانا في عندي عمالة تبقى جاية من برا يعني موظفين او مورد بشر جايلي من برا وفي ناس موجودين داخل العمل هيتم تدريبهم ويترقوا لهذه الوظيفة يبقى انا عندي نوعين من سد حاجة المنظمة اما ان هم يكون من خارج المنظمة او ان هم هيتم تدريبهم وهيترقوا في هذه الاماكن من داخل المنظمة طب هو انت وانت بتحدد حجم الموارد البشرية العوامل التي تؤثر على حجم الموارد البشرية انت قلت ليه عشر عمال بس انت ليه قلت عشرين انت ليه قلت تلاتين اول حاجة عندي نوعين ودى الاسئلة بتاعت المؤسرات الخارجية والداخلية يجي يكتبها لي مثلا يقول لي انهي يعني انهي واحدة فيهم يعني مثلا لو عشر مؤسرات طلع لي منهم خمسة مؤسرات خارجية طلع لي منهم خمسة مؤسرات داخلية يبقى السؤال ممكن يجي كده مباشر وممكن يجيني في شكل عدد من المؤسرات الداخلية والخارجية محطوطين مع بعض بدون اي ترتيب ويقول لي خرج لي منهم المؤسرات الخارجية خرج لي منهم المؤسرات الداخلية مش كده وبس ده انا ممكن كمان يجيب لي مجموعة من المؤسرات ويقول لي عرفني هي دي مؤسرات داخلية بتحدد الموارد البشرية ولا خارجية يبقى انا اخو تعالوا نشوف ايه هي المؤسرات اللي بتحدد حجم العمالة عندي اول حاجة المؤسرات الداخلية اشوف اهداف المنظمة المنظمة دي هدفها يعني لو انا هفتح مثلا مصنع تركوه انا محتاج العمالة الماهرة العمالة المتوسطة يبقى عندي تنوع يبقى شوف اهداف المنظمة عشان احدد عليها عدد العمالة الوضع المالي للمنظمة هيقدر يشيل عدد عمالة قد ايه لان طبعا العمالة دي مش هتشتغل ببلاش دي هتشتغل باجر مدي يبقى لازم الوضع المالي اخد باله منه قبل محدد عدد العمالة هيكل التنظيمي داخل هذه المؤسسة يعني ايه هيكل تنظيمي يعني الشكل بتاع الوظيفة يعني الوظيفة دي ادارية ولا وظيفة هستعدم فيها مهارة علمية مهارة علمية معلومات فقط ولا مهارة عملي وعلمي يعني عن تشغيل عملي هستخدم فيها الايدة هستخدم فيها التفكير بس هستخدم معلومات ماشي هقف على ما كان بمعنى صح ولا لا وهكذا يبقى شوف الهيكل الوظيفة او التنظيمي لهذه المؤسسة حجم العمالة ونوعه العمل ده حجم العمل ونوعهم مهم جدا عشان انا لسه ايلا اني مفهوم تخطيط الموارد البشرية ان انا بعمل ايه ان انا بستقط بالعمالة المناسبة للعمل اللي هيتم داخل هذه المؤسسة يبقى لازم ابعارفة كمان حجم العمل وايه ونوعه عشان اقدر احضر الموارد البشرية اللي انا محتاجها ايه كمان عندي كمان تعالوا بقى دي كلها كانت مؤسسات داخلية هنلاقيها كلها خاصة بالمؤسسة من الداخل اما المؤسسات الخارجية تعالوا مع بعض نشوف كده هي ايه عوامل تقنية او معدل او معدل دوران العمل عوامل التنفسية اللي موجودة او ضع سوق العمل طيب يبقى انا دلوقتي هعمل ايه هعمل تحليل وظيفي الاول شفت العوامل الخارجية اللي موجودة حوالين العمل بتاعي انا حوالين العمل فيه تنافس بيني وبين مصانع او مؤسسات صناعية كتير فيه كمان غير كده ان انا مثلا برا الوضع المالي والسياسي للدولة اللي انا موجود فيها فيه كمان الخدمات اللي بتقدم لهذه المؤسسة خارجيا من هذه الايه من هذه الدولة اللي انا موجود فيها واللي عامل فيها المشروع بتاعي يبقى العوامل المؤسسة الخارجية اللي بتحدد عدد العمالة هتبقى كلها خاصة بايه بالدولة اللي موجود فيها المشروع او هذه الشركة او المنظمة الصناعية طب لازم عندي احل الوظيفة مهم جدا نعرف التحليل الوظيفي يعني ايه التحليل الوظيفة سنة ثالثة انا دلوقتي عايز وظيفة عندي وليكن شاغل وظيفة فني تريكو انا عايزة فني يقف على المكنة تفتكروا ايه المواصفات المفروض تتوفر في هذا الفني اخدوا بالكم لما بحتاج فني تريكو ومعارف شاغل الوظيفة تفهمين معي يعني فيه كذا حاجة فيه مواصفات لشغل الوظيفة فيه المعارف اللي يكون عارفة هذا الموظف او شغل الوظيفة فني تريكو والمهارات كمان اللي بيقوم بيها وفيه فرق بينهم التلاتة مواصفات شغل الوظيفة هي ايه عبارة عن ايه اللي هي ممكن يكون الشهادات اللي حاصل عليها بسميها درجة التعليم ايه كمان فيه مواصفات عندي اللي هي المواصفات البدنية هو بدنيا هينفع لشغل هذه الوظيفة ولا لا اللي هي بسميها المواصفات الجسمانية كمان سرعة البديهة عنده حاجات شخصية سرعة البديهة اللي يقدر حافظ معلومات عنده خبرة ولا ما عندوش الحاجات دي كلها اسمها مواصفات شخصية لشغل الوظيف وما لإيه المهارات والمعارف المهارات بقى اللي هو قادر يقوم مثلا بتشغيل المكنة دي اللي اسمها مهارة إنه هو يقدر يعني يصلح بسيط يقدر يعمله إنه هو يقدر يشغل المكنة دي يقدر يلضم هذه المكنة يعارف أنواع شو بقى المعارفة تلاقيها عارف بيتعرف على أنواع الخامات وبعضها يعرف أنواع الغرز والتراكيب النسجية المختلفة يعرف أنواع الأدوات والمعدات الموجودة عنده الخاصة بهذه الماكينة يبقى أنا لكل شاغ الوظيفة معارف ومواصفات ومهارات لازم يكون متوفرة إيه عنده تعالوا نشوف التحليل الوظيفي يعني إيه تحليل الوظيفي؟ هي عملية جمع وتحليل وتركيب المعلومات الخاصة بكل وظيفة للتعرف على متطلباتها وخصائصها وطبيعتها عن طريق الدراسة والملاحظة يعني أنا إزاي بجمع وبحل وبركب المعلومات دي عن طريق الملاحظة أنا بلاحظ وبستخدم الطرق العلمية في هذا المجال عشان ألم وجمع كل حاجة تخص هذه الوظيفة الوظيفة دي يقدر يقوم بها عامل واحد يقدر يقوم بها أكثر من عامل محتاجة طرق علمية إيه؟ محتاجة مهارات إيه؟ وهكذا طيب تحليل وتوصيف الوظائف يشمل إيه؟ تعالوا كده مع بعض نتكلم عن أول حاجة الوظيفة بدي اسمها إيه بقى؟ دي بتيجي في شكل عرف المصطلحات الآتية أول حاجة الوظيفة يعني إيه وظيفة؟ وظيفة يلا نكتب مع بعض كده أول حاجة من المصطلحات اللي بتبقى موجودة عندي كلمة وظيفة هي مجموعة من الواجبات التي تؤدى بواسطة فرد ماشي كده؟ ولها صفة التكرار يعني هي بتتكرر كل يوم ولها صفة التماثل هي نفس الوظيفة اللي بعملها كل يوم وظيفتي وتحتاج إلى تجانس في المعارف والمهارات لازم يكون عندي مجموعة من المعارف والمهارات عشان أقوم بالوظيفة دي يبقى أنا لسه مشوية أيا من أشكال امتحان التقطيط أن يقول لي عرف المصطلحات الآتية أو يجيبها في جدول ويقول وصل المجموعة قلب بالمجموعة بيه ويروح كاتب لي كده في الجدول رقم واحد الوظيفة وأسادها أكثر من اختيار وإنت بتوصل وتكتب جملتك يبقى لما يقولي الوظيفة هقوله الوظيفة هي مجموعة من الواجبات بيقوم فيها فرد إيه بيقوم بها فرد واحد ولازم تشمل مجموعة من المعلومات والبيانات هذا الفرد يكون عارفها وهي بتتكرر ولها خاصية التماثل دي مين دي الوظيفة طب إيه كمان من المصطلحات المهمة عندي جدا العمل لما أقول العمل هو العمل في فرق بينه وبين الوظيفة طبعا العمل هي وظيفة واحدة أو وظيفتين متماثلتين يعني يكون عندي أكثر من وظيفة متماثلتين أو تقريبا متماثلتين فبسميه ده إيه ده عمل طيب الفئة كلها نسمع عن فئة المهندسين الكلمة دي كده فئة التجاريين وهكذا يعني إيه فئة هي تعني جميع الوظائف التي تتشابه في نوع العمل ومستوى صعوبة الواجبات وأهمية المستويات يبقى فئة المهندسين فئة موظفين فئة التجاريين هي كل الوظائف اللي بتتشابه في نوع العمل مستوى صعوبة الواجبات الموجودة في هذا العمل أهمية المستويات بتاعته ايه كمان من المصطلحات الدرجة كلنا نسمع ان فلانا على الدرجة التالتة على الدرجة الرابعة على الدرجة الخمسة ايه الدرجات دي؟ الدرجة دي بقى هي شريحة معينة من الأجر يعني أنا هنا شريحة معينة من الأجر بتتضمن جميع الفئات التي تتشابه في مستوى صعوبة الواجبات بتاعتها المسئوليات بتاعتها ومطالب التأهيل ولكنها تختلف في نوع العمل يبقى الدرجة هي شريحة معينة من الأجر الشريحة دي تختلف من نوع إلى آخر حسب طبيعة العمل يبقى تاني الدرجة هي شريحة معينة من الأجر بيجتمع عليها مجموعة من الموظفين أو العمال ولكن تختلف من عمل إلى آخر ولكن نوع مثلا ده في الدرجة الأولى يبقى معروف أن ردبه كذا أساسي كذا وهكذا إلى آخر بينقسم التوصيف الوظيفي إلى أكثر من مرحلة اشرح هذه المراحل يعني يعني إيه مسمى وظيفي يعني إيه المعارف والمهارات المطلوبة للمنصب ده يعني إيه ملخص وظيفتي يعني إيه المهام الرئيسية تعالوا الأول نشوف تحليل الوظائف بيجتمل على حاجتين يا سنة تالب وصف الوظيفة والمواصفات المطلوبة في شغلها يعني أنا قبل ما بطلب العمال أو الناس اللي هتشتغل في الوظيفة دي أوصف وظيفة الأول أقول مثلا أنا عايزة فني تريكو أنا عايزة فني ملابس أنا عايزة حد يقدر يخطط مثلا مدير عايزة وكيل عايزة سكرتير عايزة عامل سيانة أنا عملت هنا إيه لخص الوظيفة عرفتها المسمى بتاع الوظيفة إيه وبالتالي هقدر من وصف هذه الوظيفة إن نقول إيه هي المعلومات وهي المهارات المفروض تكون متوفرة في شاغل هذه الوظيفة طيب تعالي نتكلم مع بعض وصف الوظيفة اللي إحنا لسه قيلينه بس في صيغة إن أنا أقدر أكتبها أول حاجة هي عبارة عن كتابة وصف كامل بس واغدين بالك هو للمهمات والواجبات التي يكون بها شاغل الوظيفة ولدراسة الوظيفة وتحليلها بنستخدم مجموعة من الطرق إيه الطرق دي أول حاجة الملاحظة أول حاجة عندي الاستقصاء إن أنا أستقصى عن هذه الوظيفة كويس أول السرد الكتابي أبتدي أكتب كل ما تشمل عليها هذه الوظيفة من واجباته ومسؤوليات الملاحظة والمقابلة ودي بعتبرها أهم نقطة في تحليل هذه الوظيفة أو في وصف هذه الوظيفة لإن دي بقى طريقة مباشرة بلاحظ وعمل مقابلة مع الناس اللي أمين بهذه الوظيفة قبل وشوف لإن في بعض الأحيان بيبقى الموظف أين بأكثر من وظيفة ففي موظفين بيبقوا قادرين يقوموا بأكثر من وظيفة وفي موظفين تانية ما بيقدروش وبتبقى مسئولية عليهم ما بيجدوش غير في وظيفة واحدة بس يبقى الملاحظة والمقابلة تعتبر أحسنهم بالنسبة للوظيفة الاستقصاء تستخدم لإتمام برنامج تحليل وتقويم الوظائف حيث تساعد على إنجاز أكبر قدر من العمل في فترة وجيز أنا أستقصى عن هذه الوظيفة عشان أقدر أوصفها السابد الكتابي زي ما قلنا دلوقتي تستخدم لأعمال الموظفين وهي طريقة تفصيلية أكثر لأنها بتكتبي كل حاجة تخص هذه الوظيفة وهي استخدام السجلات اليومية اللي بيحتفظ بها الموظف الموجود بمجب هذه الطريقة بسميه سجل يومي عن الواجبات الرئيسية وبحدد بداية ونهاية لهذه المهمة طريقة المقابلة وقلنا دي أحسن طريقة لأنها بتدي نتائج غاية في الدقة وحسن استخدام الوقت وبتكون مع الملاحظة وهي المدخل المفضل في توفير المعلومات حتى لا يسهل الحصول عليها عن طريق الملاحظة بس نيجي بعد كده ينتج من تحليل الوظيفة أول حاجة أعرف الوظيفة اسم الوظيفة ملخص الوظيفة واجبات الوظيفة ما هي مواصفات شغل الوظيفة جي مهمة جدا وسؤال مهمة قوي وبيجي كتير جدا سنة ثالثة شغل الوظيفة إيه هي مواصفاته وقلنا نحن لازم ناخد بالنا إن فيه عندي حاجة اسمها مواصفات شغل الوظيفة مهارات شغل الوظيفة ومعارف شغل الوظيفة تعالوا نشوف مواصفاته أول حاجة يعني مواصفات شغل الوظيفة الحد الأدنى للصفات الإنسانية المقبولة والضرورية لتأدية العمل يعني أنا ما ببالغ شانا عايز الحد الأدنى لهذه السفات سفات الموجودة في الشخص اللي هيجي تقدم لهذه الوظيفة وأساسي جدا وخلي بالكم أن هذه الصفات بتبان عند التقدم للوظيفة هل هو متوتر هل هو عنده ثبات عنده معلومة سماته الشخصية سماته البدنية الحاجات دي كلها يبقى أنا لما يجي أقول تعريف المواصفات اللي خاصة بشغل الوظيفة هي الحد الأدنى للصفات الإنسانية طيب ودرجة التعليم من المواصفات الخبرة التدريب السمات الشخصية كل دي السمات البدنية الاستعداد والقدرات الميور الشخصية السمات الشخصية بعد كده طبعا المعارف والمهارات ودي اللي هي يتعرف المكنة مثلا هو شغل وظيفة فن تريكو يعرف المكنة الألات والمعدات الموجودة الأدوات السيانة نمى المهارات ازاي يشغلها ازاي يعمل هذه الغرز والتشكيلات والنقوش الموجودة على هذه المكنة دي بسميها مهارات ومعارف شغل الوظيفة النهاردة استعرضنا مع بعض أشكال الأسئلة اللي ممكن تجيني في الامتحان أتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والثبات ونكون رايحين متفقلين ومذاكرين كويس قوي ومتكلين على ربنا وان شاء الله ربنا يوفقكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة